موسيقى 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 فيما يخص المداشين غدين جوبريالي أنك تهم الوزاري أنها تزويج القاسرات وفي يعني ففيما يخص تزويج القاسرات وكما كتعرفون نيابا العامة قامت بواحد مجهود كبير فالمعدل دي تزويج القاسرات بالرخصة هو 17 سنة ونصف ولكن طبعا احنا كلنا ضد تزويج القاسرات غير اللي نبغي نقول احنا غادي نشتغلو طبعا على تشريع ولكن المهم هو الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي لأن عداد من العائلات في القرى خاصة ولي دورو في عدة من هالدورو اقتصادية مع الأسف تقوم بتزويج القاسرات ففي هذا الإطار هناك واحد شركة ما بين وزارة تدوم الإدماء الاجتماعي والأسرة وزارة تربية الوطنية والنيابة العامة باش تكون ديك اللالغت اللي هي ديجا كينا ما بين الأكاديميات والنيابة العامة فيما كتخرش بنيابة المدرسة كيتم إشعار نيابة العامة باش كتشتغل السلطات على إرجاع هاد الفتاة للدراسة ولكن هذا يجب أن تكون هناك مواكبة اجتماعية من أجل التمكيل الاقتصادي للأم للأب تحسين ظروف ديال هاد العائلات فلهذا تنأكد لكم أن الوزارة كتشتغل على هاد النقطة ديال محاربة زواج تزويج كنقول تزويج لأنه مش زواج تزويج القاسرات النقطة ديال رؤسة الجمعية الخيرية الجمعية الخيرية كتشترك الجمعية بصفة عامة كتشتغل مع وزارة تضامن الإدمجتماعي والأسر في إطار شاركات المسؤولة عليها الجمعية ومسؤولة عليها جميع مكونات الجمعية طبعا فهما اللي كيسيروا طبعا حسب ما يحددوا دفترة حمولات ديال القانون 1405 فمن الطبيعي أنهم تكونوا عندهم رأي كعين المدير تكون فالمسؤولية ديال الجمعية نتعاملوا مع الجمعية ولكن في إطار الضوابط التي يحددها دفترة تحملات ديال قانون 1405 ونخبركم بأننا نشتغل على إنهاء القوانين المتبقية من القانون 65 يعني 15 اللي هو قانون مهم جدا واللي غادي يخلينا نحسن الجودة ديال سواء الحكمة أو تدبير ديال هاد الجمعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر